ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا? كلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد من برنامج ام جامر اللي بنحول منه شدات للعب بابجي موبايل, فري فاير, موبايل ليجين, بابجي لايت, لوردس موبايل, كاندي كراسا جولد, نيد فورس بيت جولد اه شباب في اكتر من كده هدايا ولكن لبعض الدول الاخرى في مصر هنا دي الحاجات اللي موجودة في بعض الدول موجود فيها بايبال وحاجات مختلفة تاني غير الحاجات الهدايا اللي موجودة في الطبيق ده, الطبيق ده ممتاز شايف ناس بتكتب يعني انا عارف ان المشتركيني اصلا شحنوا منه مليون مرة اوكي مفيش مشكلة تمام يعني بس في ناس بتكتب تعليقات انا مش عارف اعمل في حاجة ده ما بيجيبش نقط ده نقطه قليلة حبيب قلبي انا واحد بطلع اجيب النقط معاك في بس مباشر بطلع اجيب معاك النقط في الفيديو هاد فانت ركز معانا وتابع معانا هتشحم منه كل شوية عروض الطبيق مليان عروض الطبيق بيقولك خد نقط بالهبل ايش هنشدده بالهبل انا تقريبا بشحم منه كل يوم او كل يومين عشان ماكنش برضه بافور يوم او يومين وبفضل احاول منه كل شوية ومعايا نقط يعني الدنيا ماشية النهاردة جاي اشرح لكم عروض جديدة سهلة تاخد منه النقط بسهولة وطبعا انتو طلبتوا العرض بتاع شاهد يعني انا معاكم وبساعدكم وبشحم معاكم وبعمل معاكم العروض وباخدوا النقط قدامكم في الفيديو يلا ما نطولش مع بعض عشان نلحن استفيد بحاجة مميزة ونجمع نقط كتير في الفيديو ده واشرح لكم بعض الحاجات اللي ممكن تكون غايبة عنكم وهرد على بعض المشاكل اللي انا شفتها في التعليقات عندكم وبعتزل لو انا بتاخر شوية في الرد يعني احيانا بكون مشغول ولكن في بعض المشتركين مش باعتبروا مشتركين انتو كلكم صحاب القناة اساسا بيردوا بيساعدوكم وانا معاكم وهرد وهساعدكم اعمل لايك لو مش مشترك اشترك ويلا بينا نبدأ قلتلكم اول لو بتفتحوا التطبيق ده دايما بتدوسوا على قيمة تيكا سيرفي ولو جالك مستطيل خش في السيرفي على طول لان السيرفي ده اكتر حاجة بتجيب لك نقط ده بيعمل لاودنج انا مش هايز سيرفي دلوقتي انا بهذر انا مش هايزة اعمل سيرفي بصراحة سيرفي ياخد وقت شوية ولكن انا بس بقولك ان دي قيمة اللي تخش عليها دايما القيمة دي بيقولك ان هنا بيجاب لك علامة حبرة ان ما فيه سيرفي متاح ما فيش مشكلة هو مش متاح طول الوقت ومش في كل الدول السيرفي بتبقى زي بعضها يعني احيانا انا ما بفتح البس المباشر وبعمل سيرفي فيه ناس بتقول لي مش عندي ممكن تكون دولتك غير دولتي او الدنيا مختلفة عن بعض شوية ما تقلقش لان السيرفي ده بيبقى عبارة عن استطلاع سعاب بيكون داخل الدولة فبينزل اعلان لسيرفي مثلا في مصر في الدولة الفلانية في الدولة الفلانية ما تشغلش بالك تماما دي حاجة عادية جدا بس انت هيجيلك سيرفي في بلدك وقت ما يكون متاح تاني قايمة قلتلك مهمة جدا وبتجيب نقط سريعة هي قايمة اب تاسكس القايمة دي مهمة جدا وبجيب نقط سريعة ومميزة يعني ما بتتعبش نفسك خالص وبتجيب نقط تمام يا شباب دخلنا مع بعض في اب تاسكس دايما بتدور على البرامج البرامج هنا مختلفة غير المتجر شوية للناس اللي متابع معي المتجر الامريكي والبريطاني مختلفة شوية هنا بيقولك افتح التطبيق يعني حمل التطبيق وفتحه لمدة دقيقة تمام او دقايق طبعا عندنا هنا بالصدفة في تطبيق عليه واحد وتسعين نقطة في تطبيق عليه مية خمسة وستين نقطة في تطبيق عليه الفين تسعمية واربعين نقطة هقولك ازاي يخب لك من شاهد ده لان انا هقولك ازاي تجيبه دلوقتي بمنتهى السهولة لان في ناس كتير هتعملوا ومش هتاخد النقطة وفي واحد تاني بمية ستة وعشرين نقطة يعني شوفوا الصدف الحمد لله في نقطة كتير جدا تعالوا نعمل السهل الاول ووريكم حتى لو ما جالكش النقط تعمل ايه ادي واحد وتسعين نقطة هم هنخش وندوس تسبيت دي بتبقى برامج جديدة انت كل ما عليك فعله انك بتحمل التطبيق وبتفتحه لمدة دقيقة وهقولك لو ما جالكش النقط دلوقتي تعمل ايه وما تستسلمش لحد ما يجيلك النقط طيب لما فتحت واحد من دول لازم تفضل موجود لحد ما يجيلك النقط زي ما اتفقنا عشان فيه ناس بتكتبلي بنعمل التطبيق ومش بيجيلنا النقط لو انت بتتفرج على الفيديو معايا وامتابعه من اوله والاخره انا اقيل لك ازاي لو فتحت التطبيق وما جالكش النقط تعمل ايه في اكتر من فيديو قبل كده وما زال فيه ناس بتقول لي حضرتك اللي بتجري الفيديو what can i do ناوي يعني طب يلا قدينا بنفتح مع بعض التطبيق اهو مش عارف هو بيعمل حاجة غريبة لحزة واحدة يا شباب هو تقريبا التطبيق رجبه عفريت مفيش مشكلة خالص انا حتى الان منتظر الاشعارات تجيلي فوق علشان ااخد النقط بتاعته تمام يا شباب جات لي الرسالة اللي انا قلتلكو كل مرة بتجيلي على الشاشة وطبعا يعني لما جات لي خلاص كده النقطة تليها وصلت لي 91 نقطة قدامكم هي في الاشعارات مفيش مشكلة خالص اه حتى لو التطبيق عمل اتشقلب بفضل فتحه لحد ما تجيلي النقطة لغاية التثبيت خلاص كده شكرا خدت النقطة بتاعتك كالترخيرك نخش في اللي بعده ام جيمر اب تسكس تمام انا بوريكوا واحدة واحدة ووريكوا برضو في الكوينز ان النقط وصلت لي ده واحد على 165 نقطة نسيبه نسيبه اكيد لا يعني يلا 165 نقطة هنا تقرأ العرض كويس هو بيقولك برضو بيقولك يفتحه المدة الدقيقة بس كده هو برضو بيقولك يفتحه المدة الدقيقة لحزة واحدة يا شباب تمام هنا بيقولك بص ركزه في العرض ده عشان ايه اه صايع شوية بيقولك هنا ان انت هتخش على جوجل بلاي وهتعمل كوبي للورد اللي مكتوبة قدامك دي وهيظهر لك الصورة دي تمام هيظهر لك الصورة دي الصورة دي لما تظهر لك اعمل تحمل التطبيق لموقع ده دقيقة وهيجي لك النقطة برضو انا عملت كابي اهو وهوريك حركة ساعة برضو تعملها هوريك حركة ساعة ساعة تعملها لو انت ملقيتش الاسم ده تعملين مفروض تلاقيه ده هو لقيته على طول اهو مش هو ده يا شباب اهو لقيته على طول ده في كزا واحد شبهه طيب نركز بس عشان نعرفه اي واحد لا هو ده اعتقد هو ده اتأكد من الصورة بصوا لا مش هي الصورة مش هي الصورة ده بي تسعة بي تسعة ركز الصورة كويس جدا بي تسعة ولا دي ولا دي اهو ده يا شباب اهو هو ده بي تسعة هرجع اتأكد تاني ان هو البي تسعة هو البي تسعة بالشكل بتاعه بسلطاته ببابا غنوجه على رأيي الشيخ مش عارف اسمه ايه مش شيخ ده الطباق ده مش فاكر اسمه ايه والله ما علينا هو ده التطبيق يا شباب بتتأكد من الصورة لانه بيبقى فيه كزا واحد شبهه تمام بيبقى فيه كزا واحد شبهه بتتأكد من صورته بالزبط انه هو وبتدوس فتح برضو بتنتظر الاشعار انه جاي لك النقاط ادي كده بصوا يا شباب طالما جايلي العلامة دي يبقى النقاط جاتلي هل النقاط جاتلي نفتح كده لسه ما جاتش هفضل فتحه هفضل فتحه مش هسيبه لحد ما تلاقي جاي لك اشعار بالنقاط انها وصلت للحساب بتاعك تمام يا شباب هرجع كده بس ثواني انا كده كده فتحه خلاص ما فيش مشكلة خالص لحظة واحدة مزبوط جدا جدا وادل مية خمسة وستين نقطة كمان جاتلي كده انا جمعت معاكم مية خمسة وستين واحد وتسعين نقطة يعني اكتر من ميتين وخمسين النقطة انا جمعتهم معاكم في الفيديو قلتلكم بتتجمعهم ازاي بميتها السهولة ندخل على ام جيمير طبعا لو دست هنا هيقولك لا خلاص شكرا ان انت العرض بتاعك خلص لان انت خلاص خدت النقطة بتاعته طالما خدت النقطة بتاعته اتطمن ان انت في السليم ومش هيدخلك في العرض تاني تمام يا شباب نرجع للبعده بسرعة وانا هاجي معاكم لموضوع شاهد انا عارف ان كلكم عايزين شاهد ان في ناس هتعملوا ومش هتعرف تاخد النقطة بتاعته فركزوا معايا كويس جدا وهو اريكم النقطة اللي انا حصلتها تاني بتجيبها منين في حاجة تاني في واحد تاني بمية ستة وعشرين نقطة نجمعوا الاول قبل ما نخش على شاهد قبل ما يروح علينا لان الطبيقات دي بتروح ليها عدد معين من الناس يحملوها وياخدوا النقطة بتاعتها وبعد كده بتختفي او بتروح اه ممكن تظهلك بعد كده بس هي الطبيعي بتاعها ان لها عدد معين فممكن على ما نزلك الفيديو او بكرة او بالليل او تاني يوم بتقول لي مش عندي لازم يجيلك رسالة على الشاشة هنا تحت دي لو جتلك تعرف ان خلاص النقط هتجيلك ماشي يا شباب اهي كده النقط جتلي حتى لو ما فتحتش طبيق حتى لو ما فتحتوش اصلا بصوا اهو مية ستة وعشرين نقطة تمام يا شباب ودي مية خمسة وستين نقطة ودي واحدة وتسعين نقطة ايه الصعب في ام جيمر انا مش عارف الناس اللي بتقول لي الطبيق صعب الطبيق مفيهوش عروض الطبيق مفيهوش نقطة وخليك معي وهقولك برضو تركيا كده حتى لو ما عندكش عروض كتير تعمل ايه كان جاتبها لنا وبفعلا الناس جربتها النقطة زي ما انتم شايفين بتاعتي بتزيد نيجي بقى لموضوع شاهد وده مهم جدا جدا لانه عليه الفين تسعمائة واربعين نقطة تمام يا شباب ركزوا معايا كويس جدا جدا الفين تسعمائة واربعين نقطة هتاخدهم بسهولة ازاي تعمل كده انا واحد مشترك اصلا في شاهد وبدفع فيه اشتراك شهري طيب هنا العرض طالب منك ان حضرتك تكون new user only new user only يعني ايه يعني المشترك الاول فقط في التطبيق طبيعي ممكن تكون حملت العرض بتاع شاهد ده في اي مكان تاني او في اي موقع تاني او في اي عرض تاني او ممكن تكون انت مشترك فيه كل ما عليك فعله كل ما عليك فعله عشان تاخده الفين تسعمائة واربعين نقطة بالزبط او او بجد ان انت كل اللي عليك فعله انك هتروح على اعدادات الهاتف وبعدها هتخش على الحسابات والمزامنة الحسابات والمزامنة وبعد كده هتخش على جوجل وهتعمل ازالة لكل الحسابات اللي موجودة عندك على الجهاز بتاعة جوجل بلاي لحد ما جهازك يكون فاضي ما فهوش اي حسابات نهائي تمام يا شباب طيب احنا عملنا كل ده طبعا بعتزل لو عندي ده وشق او كده انا يعني ااسف احنا عملنا كل ده خلاص ومساحنا وخلاص ما عندناش ولا جميل اصلا في الحساب وقالك الحساب بتاعك كده خرج من حماية جوجل بلاي مفيش مشكلة بتقلقاش خالص هتدوس دوسة طويلة على على العلمة بتاع المتجر جوجل بلاي وهتدوس على علامة التعجب اللي فوق دي وهتخش فيها هتلاقي عندك حاجة اسمها التخزين هتدوس على التخزين هتعمل مسح البيانات هتدوس على مسح بيانات وبعدها هترجع تعمل مسح بيانات من بره من هنا وبعد كده هتخرج تدخل على القناة بتاعتي وركز معي كويس جدا في الصفحة الرئيسية هتلاقي عندك الفيديو بتاع طريقة عمل مطجر امريكي في ثواني وطريقة تحويل المطجر الامريكي اعمل المطجر ده اعمل مطجر جديد خالص اعمل مطجر جديد امريكي مثلا واشتغل عليه وبعد ما تعمله سجله في الحساب بتاع جوجل بلاي وهيفتح معاك مفيش مشكلة خالص هتدخل ساعاتك في عرض شاهد وتعمل عرض شاهد وتعمل سبسكرايب بالاميل الجديد ده وتشترك فيه ترايل ترايل يعني مجاني الاشتراك الترايل ده اللي هو المجاني المحدود اللي هو بيقول لك جرب لمدة مش عارف كم يوم اه جرب مثلا سبع ايام جرب تلت ايام فجأة كده هتلاقي النقط جات لك زي ما اخدناها بالزبط الفين وتسعمائة واربعين نقطة ومبروك عليك يا حبيب قلبي نيجي بقى ايه لبعض المشاكل اللي بتقابلكم وهي ان بيقول لك مشكلة في الاي دي مشكلة في الاي دي الاي دي بتاعك غلط واصح هاجي اقول لك هنا ان المشكلة دي لها سببين السببين دول حاجة من اتنين يا اما انت سحبت منه من تطبيق تاني ام جيمر قبل كده او ان انت الاي دي بتاعك حداشر رقم طبعا انا لو دست ريورد هنا وعملت تحويل الشادات عندي هيحول مفيش مشكلة خالص سبعة تلاف تسعمائة بتلاتة وستين نقطة اا بتلاتة وستين شادة او تلاتة وستين يو سي هدوس سابمت هيحول معي عادي بيقول لي سابمت اا ريكويست ساكسيفل وهتوصل لي في خلال تمامية واربعين ساعة وطبعا انتوا عارفين النوع بتوصل في اقل من كده طبعا الشادات بتوصل في اقل من كده مفيش مشكلة خالص انا بتكلم بقى مع الناس ايه الناس اللي بيقولوا عندهم مشكلة بيقول لهم الاي دي غلط او في رسالة خطأ بتظهر لهم تمام يا شباب انت بيبقى عندك حاجة من اتنين ولازم تركز الرسالة اللي بتجيلك هل هو بيقول لك الاي دي خاطئ ولا بيقول لك ان الاي دي ستخدم من قبل حساب اخر بيقول لك انا مش شاكر الرسالة صغيتها ايه يعني انت لو جيت تحولي على الاي دي بتاعي في اللعبة هيقول لك ان الاي دي مستخدم في حساب اخر ده فيما معناه بالعربي اول نوع بيقول لك الاي دي غلط الاي دي غلط دي معناها ان انت الاي دي بتاعك 11 رقم وطبعا انت لازم تبعت ريكويست للتطبيق وقلت لكم الكلام ده مليون مرة يا شباب الناس اللي عندها المشكلة دي لازم يبعتوا ريكويست للتطبيق لان التطبيق حتى الان لم يدعم الاكاونتات الجديدة في لعبة بابج موبايل وبالنسبة له والاي دي عبارة عن 10 ارقام فانتو انتو اللي تقدروا تعملوا ده انا مقدرش اعمل ده لان انا ما عنديش المشكلة دي انا لازم عشان ابعت للتطبيق مشكلة اقول له ان انا عندي المشكلة الفولانية ويا ريت احاول تحلها من عندك انا الاي دي بتاعي كزا وتقدر تتأكب منه من اللعبة ان انا الاي دي بتاعي كزا وباجي احول ومش بيتحول الشدات وبيقول انه خطأ على الرقم من انه صحيح انما انا هبعت للتطبيق ازاي وانا الاي دي بتاعي مظبوط وبحول شدات منه ويا ريت يا شباب اللي عنده مشكلة قادر انستجرام بتاعي اهو واللي عنده مشكلة بس يا شباب اللي عنده مشكلة لو سمحتم لاني بلاقي زي الواتساب كده الواتساب ما بقيتش قدر افتحه اصلا من قطر الرسائل ازايك هاي اه ممكن طلب رسائل كلها شورتلي جدا انا بحب ارد على الناس اللي عم يحتاجين مساعدة كلكم على رأسي وكلكم اخواتي بس بس اعتقد ان الاولى بالمساعدة هو الشخص اللي فعلا محتاجها وبشكر كل الناس اللي بيحاولوا يساعدوا اخواتهم في التعليقات اه مش هطاول عليكم اكتر من كده هستنى تبعتلي سكرينشوت لرسالة الخطأ اللي بيجي لك او اي مشكلة عندك ابعتها لي على الانستجرام يا ريت الناس اللي عندها مشكلة فقط الناس اللي عندها مشكلة فقط بأكد عشان اقدر اساعد كل الناس اللي موجودة عندي في القناة لان صعب جدا ان انا اقدر ارد على يعني على الاف الرسائل كلها هاي كلها ازايك كلها انت محمد كلها انت مش عارف ايه الصورة قدامكم اهي والاسم قدامكم ام اتش دي ام اتش ام دي اندرسكور عشماوي مفيش مشكلة خالص يا شباب انا تحت امركم انا بحبكم هسيب لكم رامل تحميل الطبيق بتاع ام جيمر في اول تعليم وثبت شوفكم على خير وطبعا في اكتر من كده عندي انا لو عايز اطول واجب لكم العشر تلاف نقطة دلوقتي هطول انتو عارفين العروب مليانة في ام جيمر انا شرحت لكم الطبيقات الجديدة اللي موجودة شرحت لكم طبيق شاهد اللي انتو طلبتوه والفيديو تاوي اشوفكم على خير دايما في فيديو جديد ان شاء الله باي باي